الله الله على الجمال والزوء الروكي ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد ويه سيدة جديدة فيديو نهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا انا وسطك ان هو هيعجبكم بكل افكاره وكل تكاته الجميلة المبدعة اللي انتو بتحبوها فبدايا في اول الفيديو كده حب اقولكم ان كنتو حشتون كتير 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 طبعا من فيديو ايه فيديو مبارح بس فربنا يدمكم نعمة في حياتي وخليكم لي اعزوا اغلى ناس على قلبي واشكركم من كل قلبي على كل حد بيشترك معايا جديد في القناة وعلى كل حد معايا قديم كمان في القناة بقولك وجودك ده على راسي من فوق يا غالية وربنا يدمكم نعمة في حياتي ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو عايزة لايكوك كتير 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 كده منكو عشان نستمر فيديوهاتنا الحالوة في نلايك الغالي منك وكمان لو انت او مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد طبعا هنساعدني وجودك معايا واشتركوا في القناة وفعلوا زرار جرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني بحبكوا جدا في الله ربنا يدمكم نعمة في حياتي يا رب الله ومأمين ودمتم في اغلى واحسن ناس في قلبي كده يا رب ان شاء الله فيديو نهارته هيكون فيديو زي ما قلتلكم انه هو فيديو حلو جدا جدا هو فيديو بسيط فيديو هادي فيديو رقيق كده ما فيهوش شغل كتير ما فيهوش حاجات كتير او تكدسات كتير ولكن فيه افكار حلوة جدا جدا هتفيدنا وهتعجبنا بصوا بابسط الامور يعني انا جايبا لكم حاولت والله على قد ما اقدر ان انا اقللكم اقللكم فيه شوية بس طبعا فيه حاجات كتيرة منفعش ان انا فوتها لان انتو بتقولولي يا رودي احنا عايزينك تطاولي في الفيديو اكتر من كده فانا والله على قد ما انا ما بقدر باجب لكم الفيديو يكون يعني فيه حاجات حلوة وفيه افكار حلوة تكون مبدعة كده تستفادي بيها ولو بحاجات بسيطة يلا بينا نبتدي الفيديو نشوف الفيديو بدأ بايه واول حاجة هي السالون بتاعها او المكان اللي فيه الانترين هتبتدي كده ان هي تنظفه تنظيفة حلوة اولا احنا عارفين الامكان اصلا اللي هي الفتحة دي فهي بتعوز دايما باستمرار تنظيف على طول وعلى طول على طول تكون ايدك فيها علشان طبعا كل ما بيكون ايدك في المكان كل ما انت يعني المكان بيبقى معاك افضل وفي نفس الوقت مش بتتعبي في التنظيف بعد كده احسن حاجة عجبتني ايه الترابيزة دي بصراحة يعني الترابيزة شكل عشي جدا جدا هي طبعا استيل ممكن يكون قديم شوية يمكن انا جبتهلكم من ثلاث سنين عدد في فيديوهاتنا يعني استيل ممكن يكون قديم ولكن مط ومش بتقدم زي ما انتوا شايفين تعالوا بقى نشوف كمان فيه ركن كده هي عاملة ومفروض ان الركن ده هي عاملة ليها او مكان كده قاعدة بتستغل فيه المساعد وفي نفس الوقت هي بتحب استيل الهدوم فلما بتكون جايبة هدوم جديدة فبتقف في الحتة دي وبتتصور فيها وده دلوقتي هتشوفوه في الفيديو يعني جايبة طاقم ماشاء الله حلوي جدا ممكن يعجبكم بافكاره يعني هتشوفوه في الفيديو زي ما قدتلكم فيديو نهاردة حلوي جدا فجابت ابو جورة زي ما انتوا شوفتوا وركبتها كده وبعد كده اخرت المكان ايه تنظيفة كده على السريع او ترتيبة كده على السريع بصراحة عجبني ذكور جدا اللي هو بتاع الحمام ده يعني فيه ناس ممكن كانت تفكروا انه هو ورق حقط ولكن لا هو يعني اشكال اشكال فعلا بتتحط على الحيطة فبصراحة شكله حلو جدا عجبني جدا فكرته بس كده خلاص هنا يعتبر خلاص كنسة المكان ومساحته وبعد كده هتبتدي تحط بقى الجيكورات بتاعتها اللي هي بتحطها عادي والترابيزة دي عايزة اقول لكم ان الترابيزة دي يعني تجد حلوة جدا عايزة اقول لكم ان انتوا تقدروا تستخدموها في اكتر من حاجة مش بس تلفازات يعني ممكن مثلا لو انت مثلا زوجك او اي حد بيجي لك مثلا هو احيانا هيبقى زوجك يعني اه لو انت مثلا عندك انتري او ركنة وبتعملي له بقى قباية شيء اه اي حاجة اه مثلا حطت الموبايل بتاعه المفاتيح بتاعته الحاجات دي فيكون الترابيزة دي قريبة كده من الانتري حلوة قوي وطبعا زي ما انتوا شايفين لها حاجتين يعني لها مكانين فانا جبتلكوا وقت ما هي ما بتغير قدامه على طول زي ما انتوا شايفين غيرت برضو التابلوهات وحطت كرسي تاني من الطقم الانتري او من الصالون كتغيير يعني تعالوا بقى نشوف المكان الرائع ده هو زي نزوم بلكونة كده اه حطت فيها برضو يعني هو مفتوحة على ريسبشن حطت فيها الطقم ده وعملت فيها الظهور الحلوة دي والاحسن من كده كمان لان هي ممكن اقترية الوقت قاعدة في المكان ده اه عملت كمان زي كوفي كورنر كده هنشوفه دلوقت مع بعض بس تعالوا الاول نشوف زي ما قلتلكه المكان اللي هي بتكون عايزة بتتصور فيه في اي طقم طبعا ده التقم ده تقم الكائزول جدا طبعا هو البنطلون اللي هي الي جيبه او البنطلون اللي هي الي جيب فاه استايلوا بس طرعا حلو جدا يعني انا حبتان اجلبوا لكم اليه علشان اي حد فيكم حابب ان هو يجيب البنطلون ده او يعمل زي البنطلون ده فياخدوا استكيرين كده وابتدي ان هو يعمل زي و بجد هو شكله شيكو مش بيكون محدد اي حاجة في الجسم زي ما انتوا شايفين تعالوا نشوف مكان الكوفي كورنر زي ما قلتلكم اللي هي عاملها في المكان ده الأول كانت عاملة ورق حقط عليه زهور فحبت تغيره عشان أي ذكور تحطه عليه فيه زهور أو كده ما يبقاش شكل المكان مأفور أو ما يكونش المكان مليان حاجات كده على الفاضي فهم من قصدي تعالوا بقى برضو وللأسف إن هي برضو غيرت ورق الحقط ده وعملته اللي هو الجدران اللي هو التوب وحطت فيه كده صورة حلوة وابتدت إن هي تجيب له اتنين لمبادير أو أباجورة صغيرة تدي للمكان أولا شكل حل وفي نفس الوقت كمان يكون فيه إضاءة حلوة لما تيجي تحط أي حاجة أو تعمل أي شيء أو أي كوفي يبقى الشكل يكون شكله حلو وكمان غيرت التربيزة ذات نفسها عملتها باللون الخشبي زي ما أنتم شايفين قد إيه جمال الفيديو حلو جدا 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 كله أفكار حلوة بصراحة أنا عاجبني يعني الشكل بتاع العلب أو الجرات اللي هي بتاعت القهوة والشاي والحاجات دي وفي نفس الوقت عملت نيشة صغيرة كده يعني برضو هو في نفس المكان النيشة دي بسيطة زي ما أنتم شايفين يعني مفيش فيها أفورة أو مفيش فيها حاجات كتيرة ولكن شكل نيشة حلوة جدا حطت فيها كل الكسات وكل الموجات اللي هي هتستخدمها لي الشاي أو للقهوة زي ما أنتم شايفين عايز أقول لكم لو وصلت الحدات هنا من الفيديو ونسو تتحطوا لايك فحطوا لي لايك كده يعني تشجع تشجعكم لي أنا عايزكم تشجعوني يا جبعة الناس اللي بتنسى تحط لايك فيه ناس كتيرة بتخش الفيديو بتبقى حابة الفيديو بتكتب لي كومنتات ربنا يا رب يحفظكم ويخليكم لي يا رب ويبعد عنينا أي حد وأي عين حسودة بتبص لنا كده فربنا يخليكم لي يا رب اللهم أمين يا رب بتكتبوا لي كومنتات بجد أنا والله العظيم ببقى مبسوطة بيها في ناس كتيرة زي ما بقول لكم بتخش من حلوة الفيديو بتقول يا رودي والله العظيم احنا بننسى نحط اللايك ده غزمة عننا والله ولكن أنا ممكن ساعد بفتكروا في آخر الفيديو في نص الفيديو في أول فيديو بس لازم قبل ما أخرج من الفيديو أحط لك اللايك عشان أنت بجد يعني بتجيبيني حاجات حلوة فاربنا يخليكم لي يا رب حبايا بقلبي طبعا هنا كانت بتغير استطارة بتاعت السفرة زي ما أنتوا شفتوا وجبت لكم يعني نبزة كده عن السفرة قدامها المطبخ بسيط ولكن هنا برضو في الريسبشن كانت جابت بفات جديدة أو جايبة اتنين بف جديد فهتشوفوا هي أسعب بتحطوا عند الدفاية زي ما أنتوا شايفين وساعات تغير فيها تحطها في أماكن تانية يعني مش في مكان واحد ممكن أنا أقول لكم ده في أكتر من فيديو نقدر أننا نغير الأماكن يعني مثلا عندي قطع الدكور مش ممكن يعني تسيبيها في الحتة دي بس لا ممكن أنك انت تحطيها في أماكن كتيرة وتنقليها في أماكن كتيرة عادي جدا المهم أنك أنت المكان اللي أنت بتغيري فيه بتشيل حاجة تانية وتحطي حاجة تانية واسمه أنك أنت غيرت ديكور جديد فاهميني هنا طبعا كانت بتعمل الركن عندها بتنظف في مكان بتاع الليفينج فتنظيفة سريعة كده طبعا إحنا كلنا بنشوف الفيديوهات دي إحنا الغرض من الفيديوهات دي إن إحنا بنتحفز إن إحنا نكون دايما بيوتنا تكون بشكل أفضل أو بشكل أحسن أي حد بيكون عنده كسل كده إن هو ينظف أو كده طبعا إحنا لست خارجين من أجازة العيد فطبعا بنكون بقى اللي هو بيبقى فيه عندنا كسر رهيب فناس كتيرة دخلتلي بتقول لي يا روديا وإحنا إزاي نحافظ على نظافة بيتنا كده ويكون بيتنا نظيف على طول وإحنا بنزهق جدا من كتر التنظيف وكل شوية نعود ننظف ونعود نعمل فبصوا هو ده موجود في كل بيت يعني أي واحدة مننا يعني في كل بيت فيه الوضع ده إن هو وضع إن كنتك بتشيلي وبتحطي وبتنظفي وتعملي ولكن إحنا يعني على قد ما نقدر نحاول إن إحنا دايما باستمرار أي حاجة تتقلب حاوله على طول إنك تعمليها مثلا غسلتي غسيل حاول إنك أنت أول ما ينشفش ليه طبق إيه على طول ما تديش نفسك الفرصة إنك أنت هقول إيه طب أنا هطبقه شوية كده فلا أدوات بيكركب عليك ما وهتكسلي فهيكركب عليك فبالتالي هتسيب الغسيل وتروح الحتة تانية وتسيب فيها حاجة تانية وهكذا وهتكسلي فلا أحاولي على قد ما تقدر إيدك على طول تكون في المكان اللي أنت فيه وعلى طول هتبقى الدنيا نظيفة معايك وزي الفل طبعا هنا كده بتنظف الغرفة عندها وهنا فيه المكان بتاع الغرفة يعني أصاد التويلت بتاعها فيه مكان صغير كده بتحطي فيه الخزانة اللي هي بتاعت التويلت بالنسبة للشامبوهات للفوض الصحية أي حاجة يعني زي ما أنتوا شايفين كده فنقدر زي ما قلتلكم نحن نحافظ على مكان بيتنا وكل حاجة وكل الركن فيه بالنظافة المستمرة على طول وحاولوا دايما أن أولادكوا تعلموهم أن هم المكان اللي هم يعودوا فيه أو يلعبوا فيه ما يجيبوش ألعاب كتيرة على قد لعبة أو اتنين يلعبوا بيها وبعد كده ما يخلصوا وخلاص يعني يشوفوا غيرها تعبوا نشوفوا المقطع ده اللي هو كانت بتقص شعرها هي خسارة يا جماعة هي خسارة هي طبعا هي بتوريكم هي عشان تقص نفس القصة دي أو القصة اللي هي التدريجي كون مدرك كده بتجيبي الحابة اللي قدام كده قدام وتربطيهم بتوكا والجزء اللي هيتفضل برضو بتربطيه بتوكا وبعد كده هتبتدي إن كنت تقصيه بعد كده بالبيبيليس والاستشوار هيديك الشكل ده ولكن أنا واحدة من الناس أنا بفضل دايما الشعر الطويل مش عارفة ليه اللي زي كده يكتبلي تحت في الكومنتات هل بتحب الشعر الطويل ولا بتحب الشعر القصير أنا عن نفسي بحب الشعر الطويل ولكن يعني ما فيش مانع يعني كده إن إحنا برضو يعني نقصه كل فترة اللي هو مثلا تقصي طروف ولازم طبعا قص الطروف بتاعته لأن طبعا ده بيطول من الشعر أكتر وبيخلي الشعر يكون أحسن وبيتقل منه إنما الحاجات اللي بتبقى مقصافة فيه ده طبعا بيتخليه يقف ما بيعملش أي حاجة فلازم إن هو يتقص تعالوا بقى نشوف غرفة بنتتها هما هي عندها بنتين جابت لهم المكتب ده كده وعملت لهم كده زي الدكور فوق المكتب حطيته كده حطت عليه فرشوت وبعد كده بقى هتبتدي إن هي تنظم لهم القوضة وحطت لهم مستتير اللي انتوا شايفينها بالشكل الحلو ده شايفين قد إيه القوضة شكلها مو بهج وشكلها حلو جدا وفيه كده ألوان حلوة بصراحة أنا عن نفسي بحب ألوانات البنات قوي مش عارفة ليه تعالوا نشوف بقى كمان الحضيقة عندها أو الجنينة عندها هتبتدي كده إن هي تجيب الطقم اللي هو بتاع الجنينة دي بس واحدة واحدة يعني ما يبتوش مرة واحدة أول حاجة هو البوف وكانت جايبة معاه كل حاجته بقى لشيلته والحاجة بتاعته كل حاجة هي هتستخدمها ليه المكان ده وحتى كمان المرجيحة أو المكان اللي هما بيفضل اللي هما يعودوا فيه زي المرجيحة اللي انتوا شايفين هدي بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين جايبت آخر حاجة اللي هي طقم الكراسي وطقم الكراسي ده هي بتحطه في المكان دوت برضو وابتدت تجيب حاجة حاجة زي ما قلتلكو علشان كل المكان يكون شكله حلو يكون شكله متناصق زي ما انتوا شايفين كده بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي ربي يكون الفيديو عجبكو تكون السيدة اللي معينا النهار ده تكون عجبتكو وتكون يعني استفدت ولو بحاجة بسيطة اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعاية الله وحفظه وي مع السلامة اشتركوا في القناة